في إقرار يحمل بين طياته جانباً من حقيقة الفساد المترسخ في العراق أكد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أن جميع الحكومات متورطة بعمليات الفساد التي نهبت ثروات البلد وأوصلته إلى حالة البؤس التي يعيشها اليوم وكشف الكاظمي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن الفساد التهم أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق ما بين عام 2003 ومنتصف 2020 ذهبت إلى أطراف حزبية وميليشياوية واستثمرت في بناء الدولة العميقة وحروب عبثية خارج العراق منذ عام 2003 لما التي هدت تفوق 600 مليار دولار مرة ذهبت للفساد أو جيوب الفاسدين البعض ذهبت إلى أطراف في السلطة وبعضها تم استثمارها خارج العراق وبعضها تم التحاصة المحاصة بين الأطراف السياسية لم يكن الكاظمي يرغب بالحديث عن آلة الفساد العاملة في العراق كما قال بنفسه في اللقاء مشيرا بهذا الصدد إلى قراره بالصمت لكي لا يحصل تشويش على الحكومة بل اضطر للتحدث بعد التشويه المستمر والمتصاعد ضده وضد حكومته وصل حدودا لا يمكن السكت عليها حسب قوله فلم يكن الحديث إذن خوفا على العراق من الضياع أو على ثرواته المنهوبة جهارا نهارا بل دفاعا عن نفسه وعن حكومته التي لم تختلف كثيرا عن ما سواها من الحكومات وفي معرض رده على اتهام خصومه السياسيين له ولحكومته بالعديد من ملفات الفساد استعرض الكاظمي جانبا بما قال إنه محاولات للحد من الفساد وكشف الشبكات المتورطة فيه فيما يبدو بوضوح أنه صراع سياسي يستخدم فيه كل طرف ما بجعبته من اتهامات ضد خصمه أكثر من كونها محاولة لكشف عمليات الفساد بهدف مكافحته الكاظم الذي قال إن لديه حقائق مرعبة وصادمة عن حقيقة ما جرى ويجري في العراق لم يسمي الأشياء بمسمياتها بل تكلم بأمور عامة بات العراقيون يعرفونها منذ زمن بعيد فلم يذكر بالاسم حزبا أو ميليشيا أو شخصية واحدة من التي سرد فسادها وعبثها بمقدرات العراق ما يجعل تصريحاته أدلة تدينه كما تدين كل شركاء العملية السياسية الغارقة في بحور الفساد اشتركوا في القناة